السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي وبناتي طلبة التبلوم التجاري والتعليم الفندقي اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات منهجنا قانون العمل والتأمينات الاجتماعية في البداية كده قبل ما نبدأ في شرح درس النهاردة هناخد ملخص سريع كده على اللي قلناه في الحلقة اللي فاتت بداية من تعريف قانون العمل هنفكر بعض كده بكم نقطة مهمة جدا احنا قلنا الاول ان قانون العمل عندنا او مادة قانون العمل والتأمينات لما بجينا في ورقة اسئلة الامتحان بتبقى مقسمة الى 3 اجزاء ايه هما الاجزاء وال3 اجزاء دول هو المنهج بتاعنا السنة دي ان شاء الله طب ايه هما الاجزاء دول عندنا الجزء الاول قانون رقم 2003 لسنة قانون سنة 2003 اللي هو قانون العمل وعندنا كمان قانون رقم 81 لسنة 2016 قانون الخدمة المدنية وعندنا القانون التالت قانون التأمينات لسنة 1975 يبقى دول المنهج بتاعنا هو بيجي لك في الامتحان كده يقول لك اولا قانون العمل ثانيا قانون الخدمة المدنية او قانون رقم 81 لسنة 2016 والقانون التالت او الجزء التالت من المنهج قانون التأمينات لسنة 1975 وده الجزء الخاص بالمعاشات كيفية حساب المعاش واصابات العمل وتعويض البطالة وازاي ومن يستحق المعاش في حالة وفاة صاحب المعاش ده المنهج اللي قلنا عليه الحصة اللي فاتت بداية كده اتكلمنا الحصة اللي فاتت على المفاهيم العامة لقانون العمل هنحمل ملخص صبيعي كده للي قلناه الحصة اللي فاتت احنا اتكلمنا الحصة اللي فاتت على قانون العمل قلنا يعني ايه قانون عمل كلمة قانون عمل وقانون العمل ده هيطبق على مين مين اللي يخطب بالقانون مين اللي هنطبع عليه القانون ومين اللي مش هنطبع عليه القانون طيب تعال كده نفتكر مع بعض ايه هو قانون العمل قلنا قانون العمل هو مجموعة القواعد القانونية اللي بتتولد او تنشأ من علاقة اتنين من هم الاتنين دول اه برافو عليكم العامل وصاحب العمل يبقى هنا العلاقة القانونية هتنشأ ما بين العامل وصاحب العمل عن طريق القانون العمل مجموعة القواعد القانونية التي تتولد او تنشأ من علاقة عامل بصاحب عمل سواء كان صاحب العمل ده شخص طبيعي او اعتباري يعني ممكن صاحب العمل اللي انا كن شغال عنده ده شخص طبيعي بشخصه وطبيعته او شغال في شركة يبقى شخص اعتباري طبعا هنا مقابل اجر اذا توفر رابط التبعية وقلنا كلمة التبعية دي كلمة مهمة جدا يبقى ده كانت بداية التعريف بتاعنا طيب لما احنا خدنا كمان قلنا انواع العمل الانساني ما احنا عايزين نفهم قانون العمل ده هيطبق على مين قبل ما نعرف هيطبق على مين لازم نفهم الاول انواع العمل عموما عندنا انواع العمل نوعين انواع العمل نوعين ايه هم من نوعين دول العمل العام والعمل الخاص يبقى اي حد شغال في اي مجال شغال في اي حتة مش هيخرج من الاتنين اللي قلناهم دول عشان كده بنقول لو جلنا سؤال اكمل في الامتحان وقال لنا ينقسم العمل الانساني الى نوعين هقول له ايه رفع عليكم العمل العام والعمل الخاص طب ايه الفرق بين العمل العام والعمل الخاص العمل العام هو العمل الذي يتم لحساب شخص من اشخاص القانون العام باعتبار سلطة ذات سيادة تاني العمل العام هو العمل الذي يتم لحساب شخص من اشخاص القانون العام باعتبار سلطة ذات سيادة يعني انا شغال ايه شغال مدرس يبقى انا كده عمل عام لان انا باخضع هنا وبشتغل لحساب شخص من اشخاص القانون العام يتمثل بقى في وزير التربيه والتعليم او اللي انا تابع ليه هو ببقى ذات سيادة عشان كده أي موظف في الجهاز الإداري في الدولة يبقى اسمه عمل عام أما العمل التاني ما احنا قلنا العمل بينقسم إلى نوعين عام وخاص العمل الخاص هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص ما فيش بقى هنا سيادة ما فيش في العمل الخاص ما فيش سيادة نقول تاني الفرق بين العمل العام والعمل الخاص العمل العام هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام أما العمل الخاص هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص الفرق بينهم أن هنا زاد سيادة هنا ما فيش سيادة طب يا مستر هو قانون العمل معمول لمين للعمل العام ولا العمل الخاص لا قانون العمل يخاطب أو يخضع عليه العاملين بالقطاع الخاص يعني قانون العمل جاي لعمل معين اللي هو العمل الايه بربع عليكم العمل الخاص من النقطة دي بقى عايزين نفهم حاجة لو ايجا قالك كده سؤال صح وغلط العاملين بوزارة التربية والتعليم يخضعون لقانون العمل هل الجملة دي صح او خطأ قبل ما نجاوب انا لسه ايل من شوية اي حد شغال فاي وزارة يبقى عمل ايه يبقى عمل عام يبقى العمل العام لا يطبق عليه قانون العمل قانون العمل مخاطب بالعمل الخاص فقط يبقى اي حد لما يجي لك سؤال في الامتحان ويقولك العاملين بوزارة التربية والتعليم العاملين بوزارة الكهرباء بوزارة السياحة اي حد شغال مع الدولة لا يخضع قانون العمل لا يخضع لقانون العمل عشان كده لما يجي يقولك ايه لا يسري كلمة لا يسري معناها ايه لا يطبق لا يسري قانون العمل على عاملين بمزارة التابعة والتعليم أقول له آه صح ما بتطبقش عليهم يبقى كده العمل عندنا عام وخاص طيب إحنا قلنا قانون العمل هيطبق على العمل الخاص طيب هو الخاص كده مطلق؟ لا مش مطلق الخاص ثلاث أنواع تاني الخاص ثلاث أنواع إيه هم التلات أنواع؟ العمل المشتبق؟ العمل المستقل؟ العمل التابع يبقى سؤال كده مقالي مثلا أو أتمل ينقسم العمل الخاص إلى أقول له تلاتة إيه هم التلاتة دول؟ مسترق مستقل تابع مسترق مستقل تابع إيه الفرق بين التلاتة؟ وليه بنقول التلاتة؟ لعشان نعرف قانون العمل هيطبق على أنهي نوع من التلاتة دول طيب العمل المسترق هو عمل يخضع لسلطة جماعية عمالية تاني العمل المسترق عمل يخضع لسلطة جماعية عمالية برضو عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك إن في العمل المسترق مفيش حد بيشتغل عند حد ما هو أنت عشان تطبق قانون لازم أفيه حد بيشتغل عند حد يعني حد بيشتغل عند حد وبيسمع كلامه لو سمع الكلام هيديله الآج لاب لو اتأخر عشان كده مش عارف أطبق القانون طالما في العمل المسترق ما بيش حد بيشتغل عند حد يبقى العمل المسترق هو عمل يخضع لسلطة جماعية عمالية أما العمل المستقل هو العمل الذي يستقل الشخص فيه لحساب نفسه يعني إيه لحساب نفسه؟ يعني شغال عند نفسه زي مين؟ زي مين اللي عمل المستقل؟ لو قلنا مثلا الدكتور اللي فاتح يادة بالليل أما ينفعش أقول الصبح طب ليه؟ لأن لو هو شغال الصبح في مستشفى قطاع عام يبقى ده عمل عام ملناش علاقة به احنا بنتكلم على اللي عنده شغل خاص الدكتور اللي فاتح يادة بالليل ده كده عمل مستقل المحاسب اللي عنده مكتب ده كده عمل مستقل المحامي اللي عنده مكتب ده كده عمل مستقل الحرفي النجار السباك النقاش كل دول اعمال مستقلة يبقى ده عمل مستقل ما له بقى المستقل ده هو العمل الذي يتم لحساب الشخص نفسه برضو يعني ايه يعني هنا الشخص مش تابع لحد مش شغال عند حد ما فيش قانون ننفذه عليه لان احنا قلنا في التعريف ايه اذا توفر رابط التبعية تبعية يعني ايه يعني حد شغال عند حد ولا موجود في المسترق ولا موجود في المستقل وما الموجود في مين اه في العمل التابع لما بنيج نعرف في العمل التابع بنقول ايه هو العمل الذي يتم تحت ادارة وتوجير ورقابة من يتم لحسابه العمل نقصد بمين نقصد به هنا صاحب العمل يعني انا شغال تحت ادارة واشراف وتوجير حد الحد دسمه صاحب عمل بس مش مشغل ببلاش مقابل ايه مقابل اجر مقابل ايه مقابل أجل هنا أنا أتابع لصاحب العمل هو ده العمل التابع وهي ده التابعية يبقى أنواع العمل الخاص كم نوع ثلاثة إيهما الثلاثة العمل المشتوق، العمل المستقل العمل التابع طب يا مستف Solutions بقى قانون العمل هيطبق على مين طيب هقول على حاجة وإنت أقول هيطبق على مين ما إنت لازم تفهم افهم ما تحفظ إحنا بنقول التعريفة هو قانون العمل مجموعة القواعد القانونية التي تتولد عن عمل شخص لحساب شخص آخر يعني عامل شغال عند صاحب العمل سواء كان هذا الآخر طبيعي أو اعتباري يقصد هنا بصاحب العمل ده ممكن يكون طبيعي أو اعتباري مقابل أجل خلي بالك بقى من الجملة اللي جاية دي متى طوافر رابط التبعية يعني إيه لازم يكون فيه تبعية لأنه ممكن يكون شغال عندك وبياخد منك أجل بس مش تبع ليك زي مثلا النقاش النقاش ما هو شغال عندك في البيت وهياخد منك أجرة لكن النقاش ده لو قلت له خلصه وبسرعة يقول لك هو أنا شغال عندك يقصد إيه بقى شغال عندك هو أنا تابع ليك يبقى ده اللي احنا نقصده طيب قلنا كمان من قانون العمل بيحكم نوع محدد من أنواع العمل الإنساني احنا قلنا العمل الإنساني بينقسم إلى نوعين عمل عام وعمل خاص قلنا كمان في الحصة اللي فاتت إن العمل العام هو العمل الذي يتم الحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتبار سلطة ذات سيادة خد بالك بقى من الجملة دي وبتيجي على طول في الامتحانات وفي ظل القانون يخرج العمل العام من نطاق قانون العمل ليحكم بمقتدى قانون العاملين المدنيين بالدولة لا يا مستر مش فاهمين النقطة دي هفهمها لك وأضحها لك هاي احنا عندنا العمل نوعين عمل عام وعمل خاص قانون العمل بيحكم ايه؟ بيحكم العمل الخاص يبقى كده اللي خرج بره خالص العمل العام خرج من النطاق النطاق هنا معناه الحدود بتاعت قانون العمل يطبق على مين؟ احنا عندنا عمل عام وعمل خاص قانون العمل ده هيطبق على الخاص بس اللي معاه العمل العام خلط من الموضوع خالص ملناش علاقة بيه عشان كده لما يجي يقولك يخرج العمل العام من نطاق تطبيق قانون العمل ويحكم بمقتدى قانون العاملين بالدولة قوله العبابة هنا صح 100% لان قانون العمل يطبق على القطاع الخاص فقط طبعا قلنا بقى انواع العمل الخاص كم نوع انواع العمل الخاص انواع العمل الخاص تلاتة ايه هم العمل اللي قلنا العمل المستقل العمل المشترك العمل التابع تاني مستقل مسترك تابع تعال مع بعض كده افكرك بالتلات تعريفات دول العمل المشترك هو الذي يضع القائم به نشاطه تحت تصرف سلطة جماعية عمالية تتمثل في مجموع القائمين بالعمل يعني عايز يقولك في العمل المشترك ده مفيش حد شغال عند حد او مفيش حد تابع لحد اما النوع التاني العمل المستقل هو ذلك العمل الذي يستقل من يقوم به في تنفيذه فنيا وفي ادرابته وتوجيهه دون اشراف من احد يعني ايه في العمل المستقل هو الشخص اللي بيشتغل عند نفسه هو العمل اللي بيستقل للشخص وبيه لحساب نفسه مشتبع لحد فيه نيجي بقى لاهم تعريف عندنا العمل التابع العمل التابع هو ذلك العمل الذي يتم تحت اشراف وتوجيه ورقابة من يتم لحسابه العمل يعني ايه من يتم لحسابه العمل يعني اللي انا شغال عنده وده العمل اللي يهمني ده بص قانون العمل معمول عشان يطبق على العمل الخاص انهي نوع من الخاص قلنا الخاص ثلاثة انواع مستقل مسترك تابع قانون العمل بقى يطبق فقط على العمل التابع لان التابعية دي هي الشرط الوحيد اللي بتفرق اي عمل خاص هيطبق على القانون ولا لا تاني الشرط الوحيد هي التابعية يعني ايه الشرط الوحيد هديك مثال بسيط كده مش انا بقول دلوقتي عمل مستقل مثلا زي المحامي او المحاسب او الكلام ده طيب الدكتور اللي عنده عيادة بالليل خاص ولا مش خاص خاص باجر ولا مش باجر باجر لكن تابع لحد مشتابع الحرفي خاصه باجر لكن مشتابع المحامي خاصه باجر لكن مشتابع هتيجي تبص تلاقي كل اللي اللي بيفرق قانون العمل عن اي عمل تاني شرط اللي يخضع العمل الخاص التابعية العمل الخاص لو فيه شرط التابعية ده يبقى هنا يطبق عليه قانون العمل يبقى كده عرفنا قانون العمل انواع العمل عام وخاص وعرفنا انواع الخاص مستقل ومشترك وتابع طيب كمان خدنا مع بعض اه هي شروط تطبيق قانون العمل من حيث الموضوع قلنا عندنا تلات شروط قلنا ايه هم التلات شروط ان يكون العمل عام ان يكون العمل خاص ان يكون العمل باجر ان يكون العمل تابع تاني شروط تطبيق قانون العمل فيه تلات شروط لتطبيق قانون العمل أول شرط أن يكون العمل خاص أن يكون العمل إيه خاص عشان أطبق قانون العمل على أي عمل أسأل الثلاث أسئلة دول هل العمل ده خاص ولا مش خاص بأجل ولا مش أجل تابع ولا مش تابع الثلاثة موجودين إذن يطبق عليه قانون العمل يعني أي حد بتفرج علينا عايز يعرف يطبق عليه القانون ولا لا يسأل نفسه الثلاث أسئلة دول هل أنا بأستغل عمل عام ولا بأشتغل عمل خاص اولا كده لو شغال في الحكومة نقول له لا ما لكش علاقة بينا خالص بقى لان هنا احنا بنقول اول شرط ان يكون العمل ايه خاص طيب ادي اول شرط باجر هو مستر في عمل من غير اجر اه طبعا في عمل من غير اجر خلي بالك من النقطة دي عشان بتجيب الامتحانات طب ايه هو العمل اللي بدون اجر ده العمل التطوعي او اللي بيبقى تبرع مني يعني انا شغال في جمعية خيرية مجانا او من غير فلوس او اخدش اجر طب هل العمل ده بيخضع لقانون العمل لا العمل التطوعي لا يخضع لقانون العمل بيحكم بمقتدى قوانين اخرى طب ليه مش بيخضع لقانون العمل ما انا هقول لك ليه مش احنا بنقول فيه تلات شروط اول شرط ان يكون خاص تاني شرط ان يكون باجر لو الشرط ده مش موجود ما هو لو مش باجر لو انا بشتغل مش باجر يبقى تطوع والتطوع لا يخضع لقانون العمل يبقى عندنا نطاقة تطبيق قانون العمل من حيث الموضوع تلاتة ايه هم ان يكون العمل خاص ان يكون العمل باجر ان يكون العمل تابع دول كده التلات شروط طيب نطاق تطبيق قانون العمل من حيث الاشخاص يعني الناس اللي هيتطبع عليها البناد مين اللي هيتطبع عليها القانون ولا مش هيتطبع قانون العمل مختلف جدا عن القوانين وفي ميزة كده بتميزه عن باقي القوانين المفروض القانون لما بيتم تشريعه بنقول مين اللي هيتطبع عليه القانون ده قانون العمل عمل حاجة عكس كده خالص قانون العمل قائم على فكرة اسمها فكرة الاستبعاد فكرة الايه الاستبعاد يعني ايه الاستبعاد الاستبعاد هنا هو استبعد استبعد تلات فئات قال مش هيتطبع عليهم القانون طب والباقي يطبق عليه القانون عشان كده قلنا قائم على فكرة الاستبعاد برضو نوضح فكرة الاستبعاد انا دلوقتي مثلا لو عندي تلاتين طالب او طالبة وعملت لهم امتحان تلاتة هم اللي سقطوا في الامتحان والباقي نجح لما اجا اقول النتيجة هاعمل ايه هاستبعد السقطين هقول اساميهم واقول الباقي ناجح حيا نفس الفكرة بالضبط هو استبعد تلاتة وقال دول مش هنطبق عليهم قانون العمل طب والباقي يطبق عليه قانون العمل مين بقى الفقات اللي استبعد القانون ده تلات فقات استبعد القانون العمل مين هم رقم واحد جميع العاملين في الجهاز الاداري في الدولة يعني ايه اي حد شغال في الجهاز الاداري في الدولة لا يطبق عليه قانون العمل يبقى اول حد عندنا ايه جميع العاملين في الجهاز الاداري في الدولة رقم اتنين عمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم برضو مش هيتطبق عليهم قانون العمل رقم تلاتة افراد اسرة صاحب العمل الذي يعولهم فعلا يبقى كان فرق مش هنتطبق عليها تلاتة العاملين باجهزة الدولة عمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم افراد اسرة صاحب العمل الذي يعولهم فعلا طبعا عندنا ملاحظات كده وقناها وياريت الملاحظات تتكتب قانون العمل او التشريعات العمالية ينظم العلاقة بين العمل ورأس المال المستثمر تاني قانون العمل ينظم العلاقة بين العمل ورأس المال المستثمر يعني قانون العمل ده بينظم العلاقة بين العمل مين بيقوم بالعمل رفو عليكم العامل ومين اللي معه رأس المال صاحب العمل واحنا قلنا قانون العمل ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل والعامل بيشتغل وصاحب العمل اللي معه رأس المال إذن قانون العمل ينظم العلاقة بين العمل ورأس المال دي الملاحظة الأولى يؤخذ على التشريعات العملية اللي هي قانون العمل أنها كسيرة التكلفة هنا بقى نوضح النقطة دي لأنها نقطة مهمة جدا 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 يؤخذ على التشريعات العملية يقصد بيه قانون العمل أنه كسيرة تكلفة يعني هي كسيرة تكلفة طبعا القانون لما تم تشريعه حمل صاحب العمل اعباء مالية يعني احدد ساعات الاجل ولو فيها اشتغل ساعة زيادة هاخد عليها وقت اضافة مين اللي هيدفع الفلوس دي صاحب العمل ادى حقوق واجازات للعمال والاجازات دي مدفوعات الاجل مين اللي هيدفع الكلام ده كله اللي هيدفعه صاحب العمل تمام يبقى هنا فعلا هي مكلفة بس مكلفة على مين على صاحب العمل طب واحنا القانون شأنه ايه شأنه رفع مستوى طبقات العمال انا او القانون مكلف خلاص احنا متفقين ان القانون مكلف يعني دي لو جيت لنا في الامتحان وقال لك كده يؤخذ على التشريعات كلمة يؤخذ يعني ايه يعني يعني يعب عليها من ضمن الانتقادات اللي وجهت لقانون العمل او التشريعات العمالية انه كسير التكلفة بقول له اه هو كسير التكلفة فعلا لكن انا هدفي ايه هدفي خد بالك من الجملة رفع مستوى او الاهتمام بطبقات العمال انا عايز طبقة العمال هي اللي تزيد لو طبقة العمال تزيد مستوى المعيشة بتاعهم يزيد طب انا هستفيد ايه لما مستوى المعيشة يزيد لا تعالى بقى هنستفيد احنا عندنا اكتر من واحد وعشرين مليون عامل على مستوى الجمهورية الواحد وعشرين مليون عامل دول لو مستوى الدخل بتاعهم زاد ومستوى المعيشة بتاعهم هيأثر فيه القوة السرائية في الاقتصاد القومي يعني مرتبك زاد فبدل ما كنت بتشتير بجنية تشتير باتنين ده هيمشي الحال عشان كده بنقول ان التشريعات العملية اه هي كسيرة التكلفة لكن لو قال لك الرد عليهم يعني الرد على الناس اللي بتقول انه كسيرة التكلفة هقول له اننا الهدف من التشريعات العملية رفع طبقات العمال ورفع مستوى المعيشة مما يؤثر على القوى الشرائية للاقتصاد القومي ده كده اللي احنا اتكلمنا عليه ايه الدرس اللي فات في مراجعة بسيطة درس النهاردة طبعا احنا عندنا كمان فيه طواقف لا تخضع لقانون العمل قلنا العمال البحريون وقلنا كمان العاملين بالمؤسسات الصحفية الخاصة والعملين بالمؤسسات التعليمية الخاصة وعمال المناطق الحرة وعمال المناجم كل دول طواقف لا تخضع لقانون العمل طيب درس النهاردة بقى ان شاء الله كده انا كنت عامل لك مراجعة على اللي فات. عايزين بإذن الله نبتدي السنة كده. ما نسيبش كلمة إلا من ذكرها. وعلى فكرة هن قبل كده الأسئلة قائمة على الفهم وليس الحفظ. عشان كده احنا بنوضح كل حاجة. أي سؤال انت مش عارفه ممكن تبعتهن على القناة. واحنا ان شاء الله نحاول نجاوب عليه. طيب. النهاردة عندنا درس في قانون العمل اسمه الإضراب. قبل ما نقول الإضراب. عندنا نقطة مهمة. استحدث قانون العمل او استحدث قانون وقم 2003. قانون 12 لسنة 2003. استحدث حاجتين. الاول كلمة استحدث يعني ايه? يعني دخل على القانون مواد جديدة ما كانتش موجودة. استحدث حاجتين. حق الاغلاق وحق الإضراب. يعني ايه? ادى الحق لصاحب العمل. اذا كان بيمر بظروف اقتصادية صعبة صاحب العمل. اذا كان بيمر بظروف اقتصادية صعبة حق الاغلاق الجزئي او الكلي. يعني لو كان عنده زروف اقتصادية اداله حق الاغلاق المنشئة. سواء كان الاغلاق ده كان جزئي او اغلاق كلي وهناخده بالتفصيل. وفي نفس الوقت ادى مقابل بقى. مش احنا بنقول يا شباب. ان قانون العمل ينظم العلاقة ما بين اتنين. من هما العامل وصاحب العمل. يبقى القانون لما يدي حق لصاحب العمل. اكيد هيدي حق قصاده للعامل. هو ادى لصاحب العمل حق الاغلاق. وادى للعمال حق اسمه حق الاضراب. وطبعا هنعرف دلوقتي الاضراب يعني تعالى نبص مع بعض كده اه الاحكام التي استحدثها قانون العمل. السؤال ده بيجي اكمل هيجي يقولك كده الاحكام التي استحدثها قانون وقم اتناشر لسنة الفين وتلاتة. ايه هي الاحكام دي? هقول له حق الاغلاق وحق الاضراب. ايه المقصود بالاضراب بقى. نيجي نبص للاضراب. يقصد بالاضراب امتناع جميع العمال او فريق منهم عن اداء العمل الملتزمين بيه بموجب عقد العمل بدون رضاء صاحب العمل. من اجل الحصول على مطالب مهنية او التضامن مع عمال اخرين. وهو عمل سلبي بحت. يلجأ اليه العمال للضغط على صاحب العمل للانصياع الى مطالبهم. ايه مستر التعريفي الكبير دوت? وده هنفهمه ازاي ولا نحفظه ازاي? خليك معايا بقى وانا بسط لك الدنيا كلها. ايه هي? ايه هو الاضراب? يعني ايه الاضراب? نبدأ كده مع بعض التعريف ونمشي كده مع بعض واحدة واحدة. هو امتناع اه امتناع جميع العمال. امتناع جميع الايه? العمال. طيب. هو لو ما بقاش جميع ما بقاش في اضراب اه ما بقاش في اضراب. ازاي? هو هنا حطي لك شرط. قال لك المقصود. هنا. اما تيجي تعمل اضراب. لازم يبقى امتناع جميع العاملين او فارق منهم. طب ليه? لان الجماعية هنا بتيبدي شرعية للمطالب. حتى لو المطالب دي مش شرعية. برضو يعني ايه? يعني دلوقتي لو انا عملت اضراب لوحدة يا مستر. لوحدة كده. اه هينفع? هقول لك لا. هنا غير قانوني. لازم الاضراب هنا يكون اضراب جماعي. يبقى لما اجاب ده التعريف بقول هو امتناع جميع العاملين. هيمتنع عن ايه? عن العمل الملتزمين بيه. اللي هو موجود في عقد العمل. يبقى امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين بيه. اه بدون وضاء صاحب العمل. يعني ايه بدون وضاء صاحب العمل? انا مش مستني رأي صاحب العمل. انا هعمل الاضراب سواء صاحب العمل ده اه وافق او ما وافقش. انا كده كده هعمل الاضراب. اصل طبيعي يعني لما اجي اعمل اضراب. اضراب يعني ايه? هتوقف عن ايه? هتوقف عن العمل. مش هشتغل. هو انا راح اقول لي صاحب العمل لو سمحت ان هتوقف اسبوعين عن العمل يقول لي اتفضل طبعا لا فعشان كده قلنا دون رضاء صاحب العمل ولازم كمان الاضراب يكون للدفاع عن مصالح مهنية مصالح تخص المهنة اللي انا بشتغل فيها وطبعا الاضراب ده عمل سلبي بحث هو حق من حق هو العمال لكن بطريقة سلبية سلبية يعني ايه سلبية يعني بتضر المنشأة فيه التوقف عن الانتاج بالنسبة لصاحب العمل هو انا هعرف كل الكلام ده طب خليك معي بقى كده ببساطة ونراجع تاني الاضراب احنا بنقول اما يجي اذاكب الاضراب اعرفه زي ما انا هقول لك كده الاضراب هو امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به لازباب مهنية دون رضاء صاحب العمل تاني نبص كده مع بعض نجيب وقلم ونبتدي نشرح او نفهم يعني ايه الاضراب الاضراب هو امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به لازباب مهنية دون رضاء صاحب العمل طبعا هنا الاضراب بيتعمل ليه الاضراب بيتعمل عشان نضغط على صاحب العمل طب نضغط على صاحب العمل ليه عشان نحقق المطالب بتاعة العمال حد هيقول لي طب ما هو ممكن العمال دول يا مستر يكونوا طلبين مطالب غير شرعية يعني مطالب غير شرعية يعني طلبين زيادة عن حقهم ما بيش مشكلة براحتك اطلب زي ما انت عايز لكن عشان كده القانون قال ايه خد بالك كده القانون قال ايه قال الاضراب وامتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به اللي موجود في عقد العمل للدفاع عن مصالح مهنية يعني ايه مصالح مهنية مصالح تخص الشغل بس انا لما اعمل اضراب اعمل اضراب عن حاجة نقصد بيها الشغل بس يعني ايه الشغل بس يعني مثلا عايز ازود اجري دي مطالب مهنية او اقتصادية او اجتماعية عايز ازود اجري عايز اغير الالات لان الالات بدأت تأثر على قوتي او تسبب خطر على حياتي ممكن اعمل اضراب عادي عايز اعمل اضراب عشان شايف ان الاجر اللي انا باخده هنا مش مناسب للتعب اعمل اضراب الاضراب بس يكون للدفاع عن مصالح مهنية بص البساطة كده الاضراب هو امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به لأسباب مهنية دون رضاء صاحب العمل تاني الاضراب هو امتناع جميع العاملين او فريق منهم عن العمل الملتزمين به كلمة الملتزمين به يعني ايه العمل اللي مكتوب في عقد العمل للدفاع عن المصالح المهنية كلمة مهنية يعنيه اللي تخصت الشغل دون رضاء صاحب العمل يعني انا مش مستني موافقة صاحب العمل بس خلي بالك انا بقول دون رضاءه لكن هبلغه ان عنده اضراب ما هو دون صاحب العمل لازم يعرف انه عنده اضراب بس انا مش مستني موافقته على الاضراب يبقى لما نيجي نذكر الاضراب نكتب كده وراء وقلم الاضراب اعرف النقطة الرئاسية بتاعته امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به لاسباب مهنية دون رضاء صاحب العمل طب هل الاضراب ليه شروط تعال نشوف مع بعض كده شروط الاضراب اول شرط ان يكون الامتناع عن اداء العمل جماعي ده اول شرط في الاضراب طيب يعني ايه جماعي يعني لازم على الاقل بنسبة 80-90% من العمال يعملوا الاضراب يعني جماعي يعني كلهم او معظمهم مشتركين في الاضراب الشرط التاني ان يكون الامتناع عن اداء العمل الملتزمين به في عقد العمل طيب خليك معايا كده انت مش ملاحظ حاجة ملاحظ ايه خليك معايا كده اقول حاجة هما اجي اعرف الاضراب بقول ايه امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به لاسباب مهنية دون رضاء صاحب العمل تاني امتناع جميع ده التعريف اللي احنا هنفهمه كده امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به لاسباب مهنية دون رضاء صاحب العمل لما ايجي قال الشروط بص اول شرطة الايه امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به اذا انا ممكن اجيب الشروط من التعريف انا لو حافظ التعريف لما اقول كده الاضراب هو امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به لأسباب مهنية دون رضاء صاحب العمل وامتقال شروط الاضراب امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به لأسباب او للدفاع عن مصالح مهنية او اقتصادية او اجتماعية دون رضاء صاحب العمل ما هو ده دي شروط الاضراب على كده نشوف الشروط ان يكون الامتناع عن اداء العمل جماعي ان يكون الامتناع عن اداء العمل الملتزمين به في عقد العمل الشرط التالت ان يكون الامتناع بغير رضاء صاحب العمل. سواء كان الرضاء صريحا او ضمنيا. ان يكون الامتناع للاجل الاجل الحصول على مطالب مهنية. اجل الحصول على مطالب ايه? مهنية. يعني ده نفس التعريف اللي احنا قلناه. يبقى انبسط الامور بقى. على فكرة ده الادراب من الدروس المهمة جدا. اللي فيها نقطة فنية بتيجي كتير في الامتحان. نبسط اللي احنا قلناه تاني مع بعض كده. هنعرف الادراب ونقول الشروط. الادراب هو امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به. لاسباب مهنية دون رضاء صاحب العمل. لما اجا اقول لك ايه هي شروط الادراب? اطلع الشروط من التعريف ذات نفسه. ان يكون الادراب جماعي عن العمل الملتزمين به. لاسباب مهنية دون رضاء صاحب العمل. يبقى انا من غير حفظ ولا حاجة. افهم التعريف اطلع الشروط من التعريف. للمرة الاخيرة. الادراب هو امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به. لاسباب مهنية دون رضاء صاحب العمل. شروط الادراب طلعها من التعريف. امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به. للدفاع عن مصالح مهنية او اقتصادية او اجتماعية. دون رضاء صاحب العمل. طبعا سواء كانوا رضاء ده صريحا او ضمنيا. عندنا سؤال مهم كده. لو جالك طبعا احنا عندنا في قانون العمل سؤال ما اتعرضتلوش فيه سنة اولى او تانية. ما مرش عليك قبل كده. السؤال ده بيقول اذكر الرأي القانوني. دي صيغة السؤال. سؤال كامل في الامتحان. بيبقى عليه عشر درجات. اذكر الرأي القانوني. وهنا الاجابة بتبقى بحاجتين. يا بقول قانوني او غير قانوني. يعني الموقف اللي حصل ده. قانوني اقول قانوني. واقول السبب. غير قانوني اقول غير قانوني. واقول السبب. برضو. هدي مثال بسيط كده. لو اجي قال لك كده. قام احد العمال. قام احد العمال. بعمل اضراب للدفاع عن المصالح المهنية. قام احد العمال. بعمل اضراب للدفاع عن المصالح المهنية طيب ما انت هتقول لي عادي يا مستر ما يعمل اضراب هقولك لا هنا غير قانوني طب ليه غير قانوني ده بيعمل اضراب عشان مصالح مهنية لما انت نسيت حاجة هو ايه واحد قام احد احنا قلنا شرط الاضراب ان يكون الاضراب ايه جماعي يبقى واحد لوحده ما ينفعش يبقى هنا الاضراب باطل هقوله ايه بقى الحل هقوله هنا غير قانوني من شرط الاضراب ان يكون الاضراب جماعي يبقى ده الرأي القانوني او النقطة نقطة دي مهمة جدا وبتيجي في الامتحانات يبقى قلنا كده الاضراب وشروط الاضراب طيب هل الاضراب كده طب ما كده الاضراب واحده يقول ليه طب ما انا لو شغل في مكان رحت الصبح كده وما ليش مزاجة اشتغل اتفق بقى جماعي مع زملاء وقال لهم ما تيجي نعمل اضراب هقولك لا ما هو الاضراب مش كده ده احنا عندنا اجراءات قانونية للاضراب يعني ايه اجراءات قانونية في خطرات هعملها عشان اعمل اضراب ما هو خلي بالك احنا قال اضراب حقه من حقوق اللي عامل لكن بنقول حق سلبي حق سلبي يعني ايه سلبي ده معناه ان انا هتوقف عن الانتاج يعني في صاحب عمل هيتضر ايا كانت الاسباب بقى فالقانون برضو حريص على رأس المال بتاع صاحب العمل ده فعمل الاجراءات ايه هي الاجراءات دي هنشوف الاول الاجراءات وبعد كده هنبسطها زي الشروط والتعيف تعال نبص كده مع بعض على اجراءات الاضراب الكيود والاجراءات الموضوعية للاضراب ينظم الاضراب من خلال المنظمة النقابية التي يتبعها العمال رقم اتنين تختر اللجنة النقابية المنشأة اه وصاحب العمل اه باعتزام العمال بالاضراب قبل التاريخ المحدد بعشر ايام على الاقل اه وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول طبعا نهارك الكلام ده وبعد كده هشرحه لك واحدة واحدة بطريقة حلوة كده تفهمه رقم تلاتة في الاجراءات يجب ان يتضمن اختار اسباب الاضراب والمدة الزمنية للاضراب اه رقم اربع ان يكون الاضراب للدفاع عن المصالح المهنية او الاقتصادية او الاجتماعية يترتب على الاضراب احتساب مدته اجازة بدون اجر مسترى الكلام ده صعب جدا انا معاك الكلام اصدقى كلام قانون كلام تقيل طب تعالى كده مع بعض نفهمهم واحدة واحدة بص قبل ما نقول القيود بتاعة الاضراب اولا اي حد شغال في اي مكان بيبقى ليه حاجة اسمها النقابة التابعة لها يعني ايه يعني مثلا انا كمعلم ليه نقابة اسمها نقابة المعلمين المهندزين ليهم نقابة اسمها نقابة المهندزين اللي شغالين في الهيئة الاستثمار والقطاع الخاص نقابة العاملين بهيئة الاستثمار اذا كل شغل ليه ايه نقابة هو باب يقول ايه القانون لما تيجي تعمل اضراب اعمل اضراب عن طريق النقابة التابع لها يعني انا لو عايز اعمل اضراب بكلم النقابة بتاعتي بقول لها يا نقابة انا هعمل اضراب النقابة بقى بتبلغ صاحب العمل والجهة المختصة يبقى ببساطة كده اول اجراء يتم الاضراب عن طريق النقابة اللجنة النقابية او النقابة اللي انا تابع لها النقابة هتخطر مين رضو عليكم صاحب العمل هتبلغوا حاجتين معاد الاضراب ومدة الاضراب هتبلغوا بمعاد الاضراب ومدة الاضراب وطبعا هتبلغوا بالاسباب يبقى نقول تاني الاضراب بيتم ازاي اول حاجة اول حاجة الاضراب يتم عن طريق اللجنة النقابية او عن طريق النقابة اللي انا تابع لها النقابة هتخطر مين صاحب العمل هتخطروا حاجتين يهم معاد واسباب الاضراب معاد واسباب الاضراب بشرط ان هي يتبلغوا قبلها بعشر ايام على الاقل طيب هو ليه يتبلغوا قبلها بعشر ايام مش احنا بنقول هتبلغوا معاد واسباب الاضراب افرد هو في خلال يعني مثلا العمال دوله عاملين على اضراب عشان عايزين يرفعوا الاجر بتاعهم طيب هو في الفترة دي اما بعتوله الجواب قبل الاضراب بعشرة ايام قال خلاص انا هزود لهم الاجر اذا هنا ما فيش دعا للإيه للاضراب يبقى انا بدي فرصة لصاحب العمل انه هو يحل المشكلة عشان كده بنقول لازم الاختار اللي هيوصل لصاحب العمل يوصله على الاقل على الاقل يعني ممكن يوصل قبلها اسبوعين وثلاثة واربعة وخمسة عادي لكن على الاقل ما يقلش على عشرة ايام يعتبر الاضراب اجازة بدون اجل المدة اللي العمالة يعملوها في الاضراب قعدوا اسبوع اسبوعين ثلاثة هتبقى اجازة بس بدون اجل مش ياخدوا عليه اجل هنقول تاني كده مع بعض ببساطة اجراءات الاضراب بيتم الاضراب عن طريق اللجنة النقابية اللي انا تابع ليها اللجنة النقابية دي هتختر مين ربوا عليكم هتقول لصاحب العمل والجهة المختصة هتختر صاحب العمل بحاجتين معاد واسباب الاضراب يعني لو جلنا سؤال صح يجب ان يشمل الاختار معاد واسباب الاضراب هقول له اه صح لازم ان يشملهم وقلنا كمان لازم الاختار ده يوصله قبلها على الاقل بعشر ايام يعني ايه لازم الاختار ده يوصل لصاحب العمل ان ينبلغوا ان انت عندك اضراب قبلها على الاقل بعشر ايام وكمان النقطة المهمة جدا وبتتقرع لطول في الامتحان يعتبر الإضراب أجازة بدون أجل يبقى كده هتديك ملخص سريع لحد الوقت في الإضراب تعريف الإضراب إيه؟ الإضراب هو امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به بموجب عقد العمل وذلك لأسباب مهنية دون رضاء صاحب العمل لو قال لك إيه هي شروط الإضراب قل له شروط الإضراب كالقاتي امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به لأسباب مهنية أو اقتصادية أو اجتماعية وقلنا كمان دون رضاء صاحب العمل أما إجراءات وقيود الإضراب أول حاجة يتم الإضراب عن طريق اللجنة النقابية اللي العامل تابع لها تخطر اللجنة النقابية صاحب العمل بمعاد وأسباب الإضراب في اختار رسمي طبعا بتخطره زي مش بابدلاغ ولا بتبعت له خطاب بعلم الوصول والله ده اختار أن انت عندك إضراب يوم كذا وأسبابه واحد اتنين تلاتة ولازم تبعته له قبلها بقى ديه بعشر أيام وضحنا ليه بعشر أيام عشان يصاحب العمل ده ممكن في خلال العشر أيام يحل المشكلة يبقى ما فيش دعا للإضراب خالص ويعتبر الإضراب أجازة بدون أجر تاني أجازة بدون إيه؟ يبقى ده كده الإضراب وشروط الإضراب وإجراءات الإضراب بس طبعا احنا بناخد مادة اسمها قانون فمش هنسيب حاجة للظروف طيب ايه بقى اللي احنا نقصده هنا؟ القانون قال الإضراب حق من حقوق العامل هو حق سلبي مفيش مشكلة لكن حق من حقوق العامل لكن خلي بالك بقى القانون قال هناك منشآت حيوية وستراتيجية يحظر فيها الإضراب تاني هناك منشآت حيوية وستراتيجية يحظر فيها الإضراب يعني يا مستر يعني فيه منشآت ممنوع منعا بدا فيها الإضراب طب ليه؟ لما نقول منشآت حيوية دي هتأثر على حياتنا اليومية يعني ايه؟ يعني لو فيه منشآة احنا قلنا الإضراب خلاص حقه لكن في منشآت لو حصل فيها اضراب تأثر علينا هدى مثال بسيط كده نتخيل مع بعض كده حصل اضراب في احدى المستشفيات دي ايه ده عادي لا طبعا لان ممكن الديئة والديئتين دول بفروق في عمر البناء ده فهنا يبقى المستشفى دي ممنوع او محزول فيها الاضراب طيب المطافي ينفع يعمل اضراب لا طبعا مش هينفع اضراب طيب المواصلات العامة ما ينفعش المخابز ما ينفعش القهربة ما ينفعش كل دي منشآت حيوية ما ينفعش فيها ومنشآت استراتيجية يعني بقى استراتيجية تمثل الامن القومي زي المطار ما ينفعش فيه اضراب المواني ما ينفعش فيها اضراب الامن القومي منشآت الامن القومي ما ينفعش فيها اضراب يبقى المنائر كل دي ممنوع فيها الاضراب طيب ايه بقى المنشآت تعال نشوف مع بعض كده المنشآت المحظور فيها الاضراب عندنا هنا المنشآت التي يحظر فيها الاضراب انا هقول لك على المنشآت وقول لك سؤالها ازاي بييجي في الامتحان منشآت الامن القومي والانتاج الحربي ممنوع فيها الاضراب المستشفات والمراكز الطبية والصيدليات والمخابس وسائل النقل الجماعي لركاب سواء نقل باري او بحري او جاوي المنشآت احنا بنتكلم على المنشآت المحظور فيها الاضراب كلمة محظور فيها الاضراب يعني ممنوع فيها الاضراب المنشآت التي يحظر فيها الاضراب منشآت الامن القومي والانتاج الحربي المستشفيات والمراكز الطبية المخابس وسائل النقل الجماعي عندنا كمان وسائل نقل البداع منشآت الدفاع المدني منشآت المياه والشرب والكهرباء والغاز والصرف الصحي طبعا دول على سبيل المثال دول منشآت مش على سبيل الحاصل في منشآت كتير ممنوعة فيها الإضراب طيب يا مستر لما كل دول ممنوعة فيهم الإضراب هم ما لإيه اللي مسموح فيه الإضراب يعني لما نقول مستشفات ممنوعة منشآت الأمن القومي والإنتاج الحربي والمخابز والمواصلات والسيدريات والمطار في وزارة الدفاع المدين كل ده ممنوعة هم ما لإيه اللي مسموح فيه الإضراب المنشآت اللي مش هتأثر علينا يعني مثلا كده هندي مقارنة عشان تعرف نقصد إيه لو مثلا المستشفى عملت إضراب نصف ساعة بس أي مستشفى عملت إضراب نصف ساعة هل هنا يأثر علينا ولا لا يأثر طبعا وقلنا ممكن يفق في عمر الإنسان حدثة ما ينفعش حدثة راح للمستشفى نقول له لا لو سمحت النهار ده فيه إضراب طيب إيه بقى في المقابل إيه المنشآت اللي ينفع إضراب لو أنا قلت لك دلوقتي عمال إحدى المصانع في إحدى المناطق عمليون إضراب ولا هنسمع عنهم ليه هم هنا هنا الإضراب ينفع بقى لما يكون في مصنع أو في منشآة زي دي ما تأثرش علي يبقى ينفع فيها الإضراب عادي يبقى هنا في منشآت يحظر فيها الإضراب طب يا مستر السؤال بيجي إزاي في الامتحان طبعا بيجي سؤال طبعا إحنا نستعالين دلوقتي بيجي عندنا سؤال الرأي القانوني دي نقطة مهمة جدا هيجي يقول لنا إيه نظم مجموعة من العاملين بإحدى المستشفيات إضرابا سلميا متبعين جميع الوسائل السلمية الإضراب يعني مجموعة من العاملين في إحدى المستشفيات عملوا إضراب والإضراب سلمي سلمي يعني مفروش عمف يعني وعملوا كل احتياطاتهم هل الكلام ده قانوني ولا غير قانوني آه برافو عليكم غير قانوني طب ليه يا مستر غير قانوني لأن المستشفيات من المنشآت المحظور فيها الإضراب هو هيجيب لك منشآت من اللي احنا قلناها محظور فيها الإضراب وأنا أقول له غير قانوني لأنها كذا ناخد مثال تاني لو قلنا نظم مجموعة من العاملين بإحدى وسائل النقل العام إضراب قانوني ولا غير قانوني غير قانوني لأنها من المنشآت المحظور فيها الإضراب نظم مجموعة من العاملين بإحدى منشآت الدفاع المدني إضراب غير قانوني لأنها من المنشآت المحظور فيها الإضراب يبقى أي منشآت من اللي احنا قلناهم اللي هم زي مستشفيات المخابز السيدليات الإسعاف المطافي منشآت الأمن القومي الانتاج الحربي المواصلات عملت اضراب بقوله غير قانوني لانها من المنشآت المحظور فيها الاضراب نقول تاني ملخص سريع للاضراب ايه هو الاضراب ايه هي شروط الاضراب ايه هي اجراءات الاضراب ايه المنشآت المحظور فيها الاضراب انت في الدرس ده تطلع باربع نقط تكون عارفهم يعني ايه مفهوم الاضراب يعني ايه شروط الاضراب يعني ايه اجراءات وقيود الاضراب يعني إيه المنشآت المحظوظة فيها الإضراب قلنا الإضراب نلخص كده في 3 دقائق كده ملخص سريع للإضراب الإضراب هو امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به لأسباب مهنية دون رضا صاحب العمل ده كده تعريف الإضراب شروط الإضراب أن يكون عما تيجي تقول الشروط طلعوا امتناع جميع العاملين طلعوا من التعريف امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به لأسباب مهنية دون رضاء صاحب العمل إجراءات وقيود الإضراب يتم الإضراب عن طريق اللجنة النقابية التابع لها العمال يجب أن يشمل طلب الإضراب على أسباب ومعاد الإضراب يجب وصول اختار الإضراب قبلها بعشر أيام على الأقل يعتبر الإضراب أجازة بدون أجر كده التعريف والشروط والقيود قلنا في منشآت يحظر فيها الإضراب زي إيه المنشآت المحظور فيها الإضراب عندنا منشآت الأمن القومي منشآت الإسعاف المطافي منشآت المخابز المواصلات الإسعاف كل دي منشآت يحظر فيها الإضراب قلنا السؤال بيجي هيجيب لك منشآة من دول وعملت إضراب نظم مجموعة من العاملين بواحدة مطافي إضراب بقوله هنا غير قانوني ولأنها من المنشآت المحظور فيها الإضراب ده درس الإضراب بكل النقطة الفنية اللي فيه يبقى احنا كده النهاردة رجعنا على الجزء الأولاني قانون العمل وان العمل بينقسم الى عمل عام وعمل خاص واخدنا